عرب رئيس أقليم كردستان شيرفان بارزاني استعداد الأقليم لتقديم أنواع المساعدة وقدر المستطاع للمناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا مؤخرا مثنيا في الوقت ذاته على دور أنقرة في الوقوف مع كردستان في العديد من المراحل التي وصفها بالصعبة وقال بارزاني في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع والي مدينة ديلوكا ونائب الوالي فور وصوله إلى تركيا إن حضوري إلى هنا يأتي للتعبير عن التعازي ومشاركة الأحزان مع الشعب التركي والناس المتضررين مردفا بالقول باسم الزعيم الكردي مسعود البرزاني وباسم شعب كردستان نتقدم بأحر التعازي لكل أسرة فقدت عزيزا ونأمل الشفاء العاجل للمصابين وأضاف أن التركيا حكومة وشعبا وقفت معنا في جميع الظروف السيئة والمراحل الصعبة التي مررنا بها وتابع أنه بسبب المأساة التي حلت هنا جعلت كل بيت في كردستان ينصب ما تمنى وقد تم إلغاء مراسم الاحتفالات ومظاهر الفرح لمشاركة المتضررين في تركيا الأحزان ترجمة نانسي قنقر